قبل اول صورة سيلفي بزمن صحيق كان لدى الاغريق والرومان اسطورة عن شاب مهوس كثيرا بصورته تقول احدى الروايات ان نارسيسيوس كان رجلا وسيما طاف العالم بحثا عن الحب وبعد رفضه لحورية تدعى ايكو لمح نارسيسيوس انعكاس صورته على النهر ووقع في حبها ثم مات غرقا بعدما عجس عن الاشاحة بنظره عنها وخلدت زارة مكان موته اسميناها نحن نارسيسيوس اي النرجس توضح الاسطورة الفكرة الاساسية للنرجسية اي حب الذات بتعال يؤذي صاحبه احيانا ولكنها ليست نوع شخصية تظهر في مقالات المشورة بل مجموعة سمات يدأب علماء النفس على تصنيفها ودراستها يعرف علم النفس النرجسية بانها رؤية الذات بتكلف وعظمة يعتقد النرجسيون بدرجات متفاوتة بانهم اجمل واذكى واهم من غيرهم وبانهم يستحقون معاملة خاصة وضع علماء النفس نوعين للنرجسية بوصفها سمة شخصية نرجسية العظمة والنرجسية الهشة هناك ايضا اضطراب الشخصية النرجسية وهو اكثر حدة وسنتناوله لاحقا نرجسية العظمة هي النوع الاكثر شيوعا وتتسم تلك الشخصية بالانفتاح والهيمنة واجتذاب الانتباه ويسعى اصحابها مثل الساسة والمشاهير وقادة المجتمع لتحسيل الاهتمام والسلطة بالطبع ليس كل من يسعى لهذه المكانة والسلطة النرجسي فكثيرون لهم اسباب ايجابية مثل تحقيق طموحاتهم او تحسين حياة الناس لكن النرجسيين يلاحقون تلك السلطة بحثا عن المكانة والاهتمام يتسم اصحاب النرجسية الهشة بالهدوء والتحفظ وحس عال من الاستحقاق ولكن يسهل تهديدهم او ازدراؤهم وفي الحالتين يظهر الجانب المظلم للنرجسية على المدى الطويل يميل النرجسيون للتصرف بانانية وهو ما يفسر اتخاذ قادة النرجسيين لقرارات خطرة او غير اخلاقية ولجوء شركاء النرجسيين للخداع والخيانة وعند الطعن بنظرياتهم الوردية لانفسهم فقد يتملكهم الغضب والعدوانية انها اشبه بمرض يشعر المريض به بانه سوي مع ان الناس من حوله تؤذيهم تصرفاته وفي اقصى حالاتها يصنف السلوك النرجسية بانه الطراب النفسي يدعى الطراب الشخصية النرجسية ويصيب من واحد بالمئة الى اثنان بالمئة من الناس اغلبهم من الرجال كما انها الطراب يقتصر على البالغين لان اهتمام الصغار وخاصة الاطفال بذواتهم قد يكونوا في السياق الطبيعي لنموهم ورد في الاصدار الخامس من دليل الجمعية الامريكية للاطباء النفسيين للتشخيص والاحصاء وصف لعدة سمات مرتبطة بالطراب الشخصية النرجسية ومنها نظرة عظمة للذات ومشكلات في التعاطف وشعور بالاستحقاق وحاجة للاعجاب والاهتمام وما يجعل هذه السمات اضطرابا حقيقيا للشخصية هو استحواذها على حياة الشخص وتسبب بمشاكل جمع تخيل ان تستخدم شريكك او شركتك او اطفالك مصدرا للاهتمام والاعجاب عوضا عن الاعتناء بهم او تتفاخر امام من حاول مساعدتك عوضا عن طلب ملحوظاتهم البناءة بشأن ادائك اذا ما اسباب النرجسية اظهرت دراسة لتوأم دورا لمسبب وراثي قوي ولكننا لا نعرفه بعينه للبيئة دور ايضا فالابوان اما ان يغذيات عالي طفلهما ما يعزز نرجسية العظم لديه او يسهمان بتجيش النرجسية الهشة لديه جراء برودهما وتجبرهما تتفشى النرجسية اكثر في ثقافات تقدر الفردية والاعتداد بالذات ففي امريكا مثلا تزايدت النرجسية كسمة شخصية منذ السبعينيات بعد ان مهد التركيز على الشيوعية في الستينيات الطريق لحركة تقدير الذات والنظرية المادية طاعفت وسائل التواصل مؤخرا احتمالات الاعتداد بالذات ومع انه لا وجود لدليل واضح انها تسبب بالنرجسية لكنها توثر للنرجسيين الوسائل لتحصيل المكانة الاجتماعية والاهتمام اذا اي يمكن للنرجسيين التعافي من هذه السمات السلبية؟ نعم اذ يفيدهم كل ما يعزز تجسيد سلوكهم بالصدق والاهتمام بالاخرين مثل علاج النفسي او ممارسة التعاطف تجاه الاخرين تكمن التحدي في صعوبة مواصلة المصابين بالاضطراب الشخصية النرجسية العمل على تحسين ذواتهم لانه يصعب عليهم رؤية انفسهم من زوية تخلو من المديح سارع بالاشتراك في هذه القناة لتكتشف سحر التاريخ وتستمتع بمغامرة في الفضاء الخارجي وتسبر اغوار الفلسفة التي تثر العقل وتعثر على اجابات عن الاسئلة الاكثر عشوائية التي تراودك عن جسمك واكثر من ذلك بكثير تابعنا واشبع فضولك